هل الرجو الذي يرفض البحث عن العمل مستحق للزكاة؟ إذا كان يرفض العمل لعجزه أو لعدم عرفته للعمل أو لكل العمل أن يناسبه أو لانشغاله بأهله أو بنفسه أو بعلمه بعبادته استهق الزكاة جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم شيخنا سعيد بن حليل حفظ الله تعالى was asked if a man refuses to work or to look for work does he deserve zakat? he said حفظ الله تعالى if a man refuses to look for work due to his inability to do so due to his inability to do it or it is not suitable for him or because he is busy with himself or his family or knowledge or his worship then he is deserving of zakat and Allah سبحانه وتعالى is best was صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه